أريد عفوك يا إلهي كتبتها في الخامس عشر من شهر يونيو حزيران الفين واربع وعشرين أريد عفوك يا إلهي أيها الخالق الرحمن يا مبدع الخلق وملهم المؤمنين والإخوان أنت الإله الأوحد الكريم المتعالي المنان يا من تنبذ الشر والحقد وتدعو للاطمئنان أحبك إلهي خالق ناشر الحق والإحسان رجوتك أن تمنع العنف والحرب والفلتان أنت السميع المجيب الباصط ناشر الأديان يا من أرسلت سائر الأنبياء في كل زمان لتنشر الحب والسلم وتدعو لحماية السكان أنت القدير رافع ناطحات السحاب والبنيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر